اشتركوا في القناة القمر الآن موجود في منزلة المقدم وهي للخير والثبات والسلام والمحبة ورح يظل القمر فيها تقريبا بحدود مدة 40 دقيقة من بعد بث الحلقة اللي هو من عصر اليوم الثلاثاء اللي هو لغاية الساعة 22.39 دقيقة عصرا بعدها القمر رح ينتقل لمنزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر ورح يظل القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة 12.18 دقيقة من ظهر اليوم الأربعاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الرشا وهي منزلة للعلاج والربح والسلامة طبعا القمر بما أنه موجود في برج الحوت معناته بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة منشعر بالضياع ما مننجح في التركيز على موضوع معين من الذمر منكشف عن متاعبنا للغير منجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزو جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين وقسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرضى والشعور بعدم الارتياح النفسي وهاي الفترة بعض الأشخاص بيقعوا في حبائل الغرام بوسعنا بهاي الفترة التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى وشراء الزهور واقتناء آل التصوير بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا في عنا زاويتين متصلات وزاوية اليوم ذروتها الزاوية الأولى هي زاوية اقتران إيجابية بين عطارد وبين الزهرة وهاي طبعا تأثيراتها لغاية يوم ثلاثين اتناعش ذروتها يوم تسعة وعشرين اتناعش هاي زاوية بتعزز المواهب الأدبية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين عطارد وبين نبتون وهاي مستمرة تأثيراتها لغاية يوم أربعة واحد هاي زاوية بتخلينا قادرين على قراءة مشاعر الآخرين من حولنا دون أن يعبروا عنها بصراحة أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم ذروتها هي زاوية التزديس الإيجابية اللي بين الزهرة وبين نبتون وهاي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم تسعة وعشرين اتناعش اليوم ذروتها ساعة ثمانية وواحد وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بتضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول بتجذب الآخرين لإلنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهاي راح تكون ذروتها ساعة تسعة ودقيقتين صباحا بتوقيت جرينيج يعني تأثيراتها من منتصف الليل ولغاية ساعات المساء هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفاد منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية ما بين القمر وما بين نبتون وهاي راح تكون ذروتها ساعة عشرة واربع دقائق مساء بتوقيت جرينيج يعني تأثيراتها من ساعات العصر وبتستمر لغاية ساعات صباح اليوم التالي بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهاي راح تكون ذروتها ساعة 11 واربع وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج يعني تأثيراتها من ساعة المغرب ولغاية ساعات الصباح لليوم التالي هاي زاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاءهم وإبداعهم بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عندنا القدمان أصابع القدم الغد النخامية الغد الصناوبرية الأندروفين اللي هو الهرمون المسكن للآلام عشان هيك بنشعر بالآلام أكثر من الأيام العادية وهرمون الميتالونين وهو الهرمون المساعد على النوم عشان هيك بالفترة هاي بصير عندنا أرق أو قلة نوم أو رغبة بالسهر أكثر بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها وبرضو هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الحوت يدخلوا المسار القادم رح يكون يوم الغد اللي هو يوم الخميس 29.12 بيبدأ في تمام الساعة 26 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج وبيستمر حتى تمام الساعة 10.35 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج لا يستقر القمر بعدها في برج الحمل أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر اليوم انحصار المربع عمره 5 أيام في تمام الساعة يعني التسعة وستة واربعين دقيقة بيصير صباحا بيصير عمره 6 أيام نسبة الإضاءة بتصير 35% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم عشرين واحد هو الآن سعيدة بنسبة 10% في ساعات الفجر بتصير منتحسة بنسبة 10% القمر في الحوت حتى يوم تسعة وعشرين اتناعش سعيدة الآن بنسبة 10% في ساعات الفجر بتصير منتحسة بنسبة 40% ساعات الظهر بتصير سعيدة بنسبة 15% ساعات العصر بتصير سعيدة بنسبة 60% أما في ساعات المساء فترجع شوي بتصير سعيدة بنسبة 45% عطارد في الجدي حتى يوم تسعة وعشرين اتناعش سعيد بنسبة 70% الزهرة في الجدي حتى يوم ثلاثة واحد سعيد الآن بنسبة 60% في ساعات العصر تنزل نسبة السعادة لثلاثين في المية المريخ في الجوزة بيتراجح حتى يوم اتناعش واحد منتحس بنسبة 10% المشتري في الحمل حتى يوم ستعاش خمسة منتحس بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم سبعة ثلاثة منتحس بنسبة 10% وأورانوس في الثورة بيتراجح حتى يوم اثنان وعشرين واحد منتحس بنسبة 10% نبتن في الحود حتى يوم ثلاثين ستة سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم ثلاثة وعشرين ثلاثة سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بيسيطر التعب عليكم لليوم الثاني على التوالي اللي بيشعر بأعراض غير اعتيادية بده يتوجه للفحص والعلاج حاول انك تحضوا قصد كافي من الراحة بتحضوا بمساعدة مفاجئة في ظروف صعبة وممكن تتجاوزوا مخاوف ما إلها أي أساس الأجواء تقريبا نقدر نحكي ما زالت ضاغطة لغاية صباح يوم الغد برج الثور ابتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يتوجه لهم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة ويسعدوا من لقاء الأصدقاء الأجواء جيدة ودعملة لهم على المستوى الاجتماعي فلازم استغلالها اليوم لأنه ابتداء من الغد القمر رح يوصل لبيت المتاعب فأي أعمال ضرورية ومهمة حاول أنك تنجزها اليوم برج الجوزة طبعا القمر في البيت العاشر يعني بيت السمعة والعمل طبعا اليوم بتقدر تعززوا علاقاتكم مع المسؤولين عنكم في مجال عملكم وبرضو هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيرغبوا بإدخال تعديل على طبيعة عملهم بإمكانكم اليوم أنكم يعني تطلبوا بحقوق لا لكم ولكن دون مخالفة القوانين ودون المواجهات ودون أي شيء بشوه السمعة برج السرطان ابتنشطوا اليوم بالاتصالات البعيدة والسفريات والعلاقات مع الأجانب وحتى النقاشات اللي إلها علاقة بالفلسفة والدين الأجواء جيدة وتشعروا بقوة العاطفة واللي عنده أي أوراق أو معاملات إلها علاقة بالسفر اليوم ممكن أنه يتممها أو يبدأ فيها ابتنشطوا بالسفر البعيد وبرضو بإمكانكم أنكم تحافظوا على سمعتكم وعلى مصالحكم برج الأسد بالنسبة لما ولد برج الأسد طبعا التركيز كله رح يكون على الأمور المالية المشتركة أي الأموال اللي معك شريك فيها مثل البنك أو الضريبة أو التأمين أو الميراث أو أموال الزوج ممكن اليوم تعيدوا وتنظيم أموركم المالية من جهة ثم فرصة لمكسب مالي بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى تم نفقات متصاعدة وممكن تظهر بعض المسائل العائلية برج العذراء بتتركز جهودكم نحو تعزيز شراكاتكم أو سواء العمل أو العاطفة أو علاقاتكم مع الأزواج والأجواء مشجعة أيضا على التصليح علاقة كانت مهزوزة بالفترة الماضية أو صار فيها بعض المشاكل في نوع من أنواع الانسجام والتوافق ولكن طاقتكم ضعيفة بتكتحذروا من العصبية وردات الفعل واتخاذ القرارات الحاسم بهاي الفترة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا القمر موجود في البيت السادس يعني العمل والصحة فعشان هيك بيبدأ العمل بالتراكم لديكم حاولوا أنك تنجزوا الأعمال الضرورية والمهمة وما تنجزوا عملين مع بعض أركز بعملك بشكل جيد وانتبه لعلاقاتك مع زملائك بالعمل وانتبهوا برضو لا صحتكم لأنه رح يكون في بعض التقلبات الصحية فبتكوا تنظموا واجباتكم الغذائية وبرضو تأخذوا قسط كافي من الراحة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر موجود في البيت الخامس يعني بصورة عامة فترة إيجابية داعمة وعاطفية وحضوض عالية وبتشعر بقوة الحظ والعاطفة والأمور المالية وبرضو هاي فترة ممكن تقوّوا علاقاتكم مع أحباكم إن كان أبناء أو أحبا والجو جيد للترفيه أو المغامرات ولكن مش المجازفات يعني الأجواء جيدة حتى على مستوى التجميل برج القوس بينصب اهتمامكم حول البيت والعائلة والمسكن والأمور اللي إلها علاقة بالمقربين فعشان هيك اليوم بتجدوا تعاون من أفراد العائدة وممكن شوي يكون في بعض الأخبار أو الأحداث العائلية اللي تلفت انتباهك مع ذكو رح يهتم بتصليحات أو مشتريات أو ترتيبات منزلية الأهم إنه يعني ما يهمل بالعلاقات العائلية وما يكون عصبي برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم تكثر عندكم الاتصالات والتنقلات بشكل كبير وعندكم قدرة على الإقناع وسرعة بديها عالية جدا ولكن بتخلوا كلامكم واضح عشان الطرف الآخر ما يفهمكم بطريقة خاطئة بإمكانكم اليوم تعززوا العلاقة ما بينكم بين الإخوة أو الجيران هذه فترة مناسبة للامتحانات والتنقلات الاهتمام بالسيارات أو بالأجهزة الإلكترونية ولكن بتكونوا تحذروا لأنه بداية التأثير تراجعوا طارد عندكم حاولوا أنكم تتخذوا قرارات حاسمة برج الدلو ثم فرصة لمكسب مالي بيكون هذا المكسب دائما في هذه المرحلة ما يعني من عمل إضافي أو مستردات هبات دعم هدية مثلا ولكن بدكوا تحذروا من النفقات المتصاعدة راح تعرف نوع من أنواع السهولة في أعمالك اليومية وأيضا في الطريقة للحصول على أموال أو أرباح أهمش أنك ما تجازف بأموالك وما تغامر وفي نفس اللحظة انتبه من بعض المخادعين برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط والحيوية لأن القمر موجود عندكم طاقتكم عالية جدا وبوسعكم السيطرة على زمام الأمور والدفع بمصالحكم يعني فترة ممتازة الطاقة ممتازة أيضا ملفتين للانتباه بالنسبة للجنس الآخر ومنكم راح يسمع كلمات إطراء أو ثناء أو يهتم حتى بأمور إلها علاقة بتغيير المظهر الشخصي كقصة شعر أو أمور التجميل هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء